اهلا بكم جوازات ليبية وسورية مزورة ومسروق تستنفر الأمنة كتبت الأحداث المغربية أن المصالح الأمنية على الصعيد الوطني تتعقب شبكة تنشط في بيع جوازات سفر مزورة للمغاربة والأجانب تخشى المصالح الأمنية أن يتم استغلالها للالتحاق بالجماعة المتطرفة كتنظيم الدولة الإسلامية المعروف بداعش نتحول إلى رسالة الأمة التي تركز في هذا المقالة على القانون المتعلق بالتعويد عن فقدان الشغل وحسب الصحيفة دخل هذا القانون أول أمس الاثنين حيز التنفيذ وابتداء من شهر يناير المقبلة سيكون من حق المستفيدين البدء في استخلاص هذا التعويد الشهرية لمدة ستة يشهر ولن يتجاوز هذا التعويد في أحسن الأحوال الحد الأدنى للأجور الفيضانات الأخيرة التي عرفتها المناطق الجنوبية للمملكة استرعت اهتمام لزيكو عزيز رباح وزير التجهيز أكد أنه عند نهاية الأسبوع سنتمكن من الحصول على معطية دقيقة حول الحصيلة النهائية لهذه الفيضانات تشير الصحيفة إلى أن القطاعات الوزرية المعنية منكبة على تقييم الخسائر التي خلفتها السيول لحد الآن تمكنت المصالح المختصة من فك العزلة عن مئة قرية على الأقل وتتواصل الجهود للوصول إلى باقي الدواوير المنكوبة حسب المعلومات التي أكدتها وزارة الداخلية الشروق الجزائرية تسلط الضوء على الإطرابات الجوية التي شهدتها ولاية بشار وغيرها من المناطق في اليومين الأخيرين وتتحدث عن حوادث سير مميتة وفيضانة أودية وانهيار جسور وجدران المنازل وإتلف محاصيل زراعية فضلا عن قطع وسائل التواصل كالإنترنت والهاتف ما دخل الكثير من المناطق المنكوبة في عزلة كبيرة تضيف الصحيفة في إقليم ولاية مستغانم قتل شخصا ووصيب أربعة آخرين في حوادث مرور متفرقة وبسديب العباس عرفت حركة المرور شللا تمن وفي تلمسان ووهران والنعم تسربت السيول إلى المنازل والموسسات التربوية ونطالع في الخبر مقالا حول موضوعي الغاء عقوبة الإعدام جاء فيها رغم غياب التوافق بين المطالبين بالغاء عقوبة الإعدام من التشريع الجزائري وبين المتمسكين بتطبيقها وعدم الخضوع للإملاءة الغربية ظلت السلطة منذ سنوات تترقب غلبة كفة على أخرى حتى يسهل عليها إصدار النص المكتوب بعدما كانت قد مررت النص الشفاهية بشأن عدم التنفيذ الموقف منذ 21 سنة غلبت الدعوة إلى إلغاء عقوبة الإعدام أمس خلال ملتقا جهوي حول استبعاد العقوبة نظم بالجزائر العاصمة وبعيدا عن أعين متصدري تيار ممنعة الإلغاء وقد قال فاروق سنطيني رئيس اللجنة الاستشارية لترقية وحماية حقوق الإنسان للصحيفة إنه سيرفع طلبا لرئيس الجمهورية من أجل توقيع الإلغاء سنطيني البادئ بالدفاع عن الإلغاء وجد في تصريح بوتفليقة ببروكسل عام 2003 عام مدن يتاكئ عليه دفاعا عن رأي لجنتها بوتفليقة قال أمام البرلمان الأوروبي حينها إنه مع إلغاء الإعدام ومن جهة أخرى رأت صحيفة الواشنطن بوست أن التراجع الحالي في أسعار النفط يستنزف ملايين الدولارات من خزائن الدول الغنية المصدرة للنفط وشركة النفط لكي تدخل مزيد من المساعدات ومن المحتمل إعادة صياقة كل شيء بدءا من الحديث عن برنامج إيران النووي وحتى سياسة بنك الاحتياطي الفيدرالي الأمريكي وتنقل جريدة التونسية عن علي العريض أميني عم حركة النهضة ورئيس الحكومة السابقة وصفه نتائج الانتخابات التشريعية بأنها كانت بمثابة إعصار كده يقتلع أحزابا لها باع ولها تاريخ ورفع أحزابا أخرى تقول الصحيفة أيضا إن العريض أقر بأن قواعد الحركة اختارت المنصف المرزوق في الجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية المغرب تكتب مازل الرأي العام الوطني والسياسي في تونس ينتظر موعد الدورة الثانية للانتخابة الرئاسية حتى بعد إصدار المحكمة الإدارية قررتها المتعلقة بالطعون الثمانية المقدمة من قبل المرشح المستقل محمد المنصف المرزوقي والتي رفضت منها سبعة طعون مقابل قبل الدعوة شكلا ورفضها أصلا لطعن واحد لكن في المقابل لا يمكن الحسم في تاريخ الدورة الثانية إلا بعد مضي 48 ساعة وهي فترة الاستئناف مرة أخرى يقدم الجيش المزيد من التضحية في معركة الدفاع عن أمن لبنان في مواجهة المجموعات الإرهابية التي نصبت أمس كمينا لدورية عسكرية في جرود بلدة رأس بعلبك حسب السفير اللبناني أتى هذا الاعتداء بعد الكشف عن توقيف الجيش إحدى سيدة داعش سوجة حميد الدليمي مع ثلاثة من أولادها وسائقها إلى جانب إنجاز آخر تمثل في اعتقال مخابرة الجيش السوري آلاء العقيل وهي زوجة قيادين في النصر وقد جرى أيضا توقيف شقيقها وولدها